أهلا بحضركم من جديد والحديث عن أبرز التريندات اللي كانت موجودة من خلال السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة إحنا دايماً هنا بنتكلم على التريند الإيجابي الكلمة بالنسبة لنا مسئولية والشاشة اللي احنا بنتكلم من خلالها شاشة طاقنات الأهلي بتاعي تماماً يعني فكرة المسئولية وأهمية الكلمة للأجيال اللي جاية للأجيال الصائدات طيب إحنا لو بنتكلم على مباراة قمة وأهله زمالك وبنتكلم على اهتمام جماهيري والرسالة اللي بنوصلها للسوشيال ميديا أكيد كل كلامنا بيبقى في إطار إيجابي إن بارح تكلمنا وبروزنا لقطة مهمة جداً لمحمد مجد أفشا وهو بيتعامل وبيدي تي شيرت الأهلي لأحد الولاد الصغيرين من براعم نادي الزمالك اللي هم كانوا موجودين في المباراة وبيحطفوا القراط للعيبة مثلاً لما تطلع قاود أو كورنر أو 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 وبنتكلم على المسئولية هنا أفشا بيتعامل مع مسئولية مع لاعب ولد صغير ده الجيل اللي جاي لازم نتعامل معها بمسئولية عشان نربي أجيال عندها ثقافة وعندها وعي وعارف يعني إيه كورة ورياضة أفشا نهار ده كتب على حسابه على الإنستجرام كتب قال شبت الفيديو ده زيكو كتير جداً مش عارف أنا اللي محظوظ ولا هو النظرة اللي في عالي أنا عارفها كويس حب وشغف وانتماء حلم وطموح فرق الألوان مش عيب هو أصلاً لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كتير حلواتها في البساطة بقرة يكبر ويطلع لعيب كبير ويحقق كل أحلامه أنا برضو كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل شوفوا الكلام شوفوا الصورة ده اللي احنا عايزين نبروزه ده التريند الإيجابي المهم اللي احنا نطلعه والحمد لله كتفي ردود أفعال كبيرة جداً من خلال الفيديو اللي شوفناه بارح والنهار ده أفشا كمان بيقول أنه هو شاف الفيديو زينا وشاف زي أي حد وكلام كتبه من القلب ولعيب بقول لأفشا أنت دايما هتبقى مثل أعلى لأي لاعب سواء في الأهل أو في الزمالك أو في الإسماعيل أو في أي حتة لأن ده الصورة اللي احنا لازم نبروزها للأجيال اللي جاية طيب ده التريند الإيجابي فيه تريند سلبي أتمنى الناس تاخد بالها من الحاجات السلبية وأتمنى القائمين على المنظومة سواء إعلام أو رياضة ياخد بالهم من التريندات السلبية اللي للأسف فيه شخص بيحاول يصدرها ما تفهمش هو أنا مش عقول اسمه لأنه هو بيعمل ده عشان الشهرة ويتشافه لأن الأسف كل حاجة بيصدرها بشكل سلبي بس أنا أهل منطقي وإحنا بنعرض لقطة زي دي نروح نصطنع صورة أو نصطنع حدث غير حقيقي يعني إيه الفكرة لما أنت تطلع مثلا علي معلول وتعمله تريند من خلال كلام مش كويس على لعب كبير بيمثل مصر والتوانسة نفسهم فرحانين بوجود علي معلول في الأهلي لدرجة حتى أن عصام الشوالي مبارح مع الكابتن أسامة حسن في برنامج الأشبال تكلم قال علي معلول مع الأهلي حاجة تانية خالص ونازم تقولك ده ياخد الجنسية المصرية مع التوانسة